نبلش أسبوعنا مع الموضة مع الأزياء مع الجمال كمان وضيفتنا هي العالمية المصرية المخيمة في دبي ومدونة الموضة أيما عجرامة أهلا وسهلا فيك ببرنامج يلا سوشل على قناة أبوضبي أهلا يعموني وثانكي وبجد على الستوارة الجديلة دي في برنامجك النجح جدا يلا سوشل أهلا وسهلا أيما نحن حبين نتعرف عليك أكتر ماشاء الله يعني أراميك جدا عالية على السوشل ميديا بس يمكن بذل في عالم ما بيعرفه فرحنا خلينا نعرف الناس يلي ما بيعرفه من هي أيما عجرامة وأيما تليت حاليك أنك تحولته من شخص عادي على السوشل ميديا لشخص محترف صنعة محتوى محترف كمان ووصلته يلي أنت رسلتيله هلأ الموضوع ابتدى من ست سنين أو سبع سنين 2014 كنت بسافر كتير جدا ساعتها فكان ساعتها المحتوى بتاعي أصلا عند الصفر فكان بيجي لي فولورز كتير في أول سنة عملت تقريبا عشرين ألف فولور لأن كل الناس الأقانس بتاعتها كانت برايفت بعدين ابتدى الموضوع يزيد حبيته جدا ابتدت أهتم أكتر بأن المحتوى بتاعي يكون عن أكتر حاجة بحبها اللي هي الفاشن ومن أربع سنين تقريبا ابتدت الموضوع البروفاشنال مع شركة شركة ماركتينج وإنفلونسر طيب أيمي عفوا هل شغلك الأساسي هو اليوم السوشيال ميديا؟ هو أن أنا بعمله بعمل حاجات كتير أنا تيفي بريزنتر وبريسنل ستايلست بعمل بريسنل ستايلينج سيشن لكلايينج وكمال في السوشيال ميديا بعمل استشارة لشركات الإي كوميرس والفاشن أنا اللي بزبط لهم السوشيال ميديا ستراتيجي بتاعتها والكونتنس ستراتيجي طيب أيمي يمكن في كثير عالم بتابعوا البرنامج أو بتابعوا السوشيال ميديا بيقولوا أنه تارف كتير بلوجرز تارف كتير فاشن بلوجرز بالدول العربية وبكل عالم بس خلينا نحكي عن الدول العربية برأيك أنت شخصياً شو ياللي بميزك عن غيرك وشو ياللي يفترض أن الفاشن بلوجر تتميز عن غيره بشو؟ هو أنا بتميز وغيري بتميز كل حد فينا عنده حاجة بتاعته هو أهم حاجة بس في كل حد فينا اللي هتميزه هي شخصية هو بيتعامل ازاي بيتكلم مع الناس ازاي الشخصية هي اللي بتفرق أنا ما أني بعيد عن الموضوع مطابعة كثير منيحة ولكن دائماً عندي هيك تساؤل صغير شو الفرق بين مدونة الموضة الفاشن بلوجر وبين الفاشنستا الفاشنستا شو بتعمل والفاشن بلوجر شو بتعمل الفاشنستا حتى بيلبس حل وبيعرف يشوف الموضة إيه ويحط الحاجات والبيسز اللي على الموضة دلوقتي في أوتفتس عشان تبقى لائقة على بعض فالناس بيدخل عندنا تشوف هي بتلبس إيه عشان ياخدوا منها أفكار مدونة الموضة اللي بتكتب عن الموضة مثلاً نحن دلوقتي في الشتاء مثلاً الشتاء عشرين واحد وعشرين هو اللي عن الموضة تشتهوا أمنين ريكمنديشنز فمدونة الموضة بتكتب أكتب أوكي طب اليوم أم نحكي عن الموضة وشو دارج والألوان وهالأمور مين يلي بيقول شو دارج مين يلي بيقرر صراحة شو يلي دارج بهذه الفترة وخاصة على موضوع الألوان أكيد نحن نعرف الفصول بتختلف وتختلف التصاميم بس على موضوع الألوان وشو لازم يكون هلأ دارج يعني مين هن وراء هالموضوع أنا شايفة أن هما مصممين الأزياء أول حاجة وتاني حاجة يعلمين وبيعطونا إياها أو بوردولنا إياها سواء فيه مصممين أزياء أعرب على فكرة كمان الناس بتمشي على موضة الحاجات اللي بيعملوها الموضوع أنه هو مش بس المصممين المصمم يعمل حاجة ولو هي نكحة وعليها إقبال هتبقى موضة حالو رح نحن نحكي شوائي عن الموضة وعن أنت إختيارك للتصميم أو للتياب يلي بتلبسيها ويلي بتنشريها كمان على إنستغرام بس أنا بدأعرف بالأول شو هي المعايير يلي بتعتمديها لتنازلي بوست معين لأنه لحظت من خلال حسابك على إنستغرام بالزيت أنك ما بتنازلي صورة إلا عندي راسة يعني أنا حابب أعرف أنت قبل ما تنازلي هالصورة شو بتفكري شو بتقولي بتقدم شي جديد يعني بدأعرف الكواليس طبعا الكواليس أننا ببقى عايزة مثلا أبرز بيس معينة من اللبس فبعمل إطاقم كله حواليها وأننا قبل ما بنزل صورة بشوفها جنب الصور الثانية اللي أنا عاملتي للبروفايل فبشوف الصورة جنب الصور الثانية لايقى عليه ولا شكلها غريب غير أن لازم أيها كم صورة بتصوري لتختاري واحدة منها عابل عادي يعني ممكن عشان الأوسط ورح نصور مئة صورة مثلاً واختر واحدة أو اثنين بالكتير عند جانب تحكيه؟ أه لأن أنا اللي بصور نفسي يعني أنا ماكسيمو ثلاثة أربعة صورة بكون محترفين وإخر شي بصيرو ثلاثة أثنين وهذه هي خلاص كنت أتمنى أن أنا زيك يا روني لا الشغلة بأنا بسيطة طيب اليوم ممكن أعرف شو هي أبرز العقبات المشاكل التحديات اللي عم بتواجه الصبايا اليوم أكيد بما يخص الموضة أن في ناس بتشوف إن حاجات حلوة وتشوفها على السوشيال ميديا حلوة لكن هي بتخاف تلبسها عشان هي out of their comfort zone زي بنات كتير بيوح يعملوا شابين دايماً بيجيبوا نفس الحاجة عشان هم شايفين إن هم مرتاحين فيها وجربوها قبل كده لكن عمرهم ما بيكون عندهم الجرأة أو هم بيعايزين يجربوا بس خايفين الحاجة التانية فأنا بقول لهم ما تخافوش وحاولوا تطلعوا برا الشخصية اللي انتوا حطينها لنفسكم وجربوا حاجات كتير وما تحكموش عليها غير لما تلبسوها وتشوفوها على نفسكم بتخيل الموضوع بده شوية جرأة خاصة عند الصفايا وخاصة بوجود السوشال ميديا يعني أنا بعرف قدي اليوم يعني نوعاً ما صاروا صاروا متأثرين بالسوشال ميديا وبالفاشل بلوغر إنه يمكن هي شغلة أعجبتهم ولكن الموضة غير أو بالعكس شغلة مش عجبتهم ولكن ها هي الموضة فصراع بعتقد عن بقشو لا يحسدون عليه بالحديث عن هذا الموضوع طب نحن وين عندك على البروفايل الشباب مش موجودين وين الموضة عندهم وين أهو أنا لما بنزل حاجة لرجالة بصراحة بنزلها مثلاً عشان تساعد البنات لأن أنا معظم الفانورز عند البنات يعني مثلاً فترة البالنتاين كنت عاملة زي على الهدايا الحلوة إن البنات ممكن يختاروها لرجالة وتكون بقى أسعار كويسة هيا دي الحاجات بصراحة اللي أنا بنزلها لرجالة وكمان نصائح بتاعت الفاشن بتاعت إزاي تعمل شوفينج خلي عندك أوبن مايند أفتكرا دي تنفع للبنات ولرجالة الاثنين يلا هيدا دعوة كمان إنك تتشجع وبتبلش تحكي أكتر عن الشباب سؤال بس أخير أنا هيا أروني ده أكيد لا لازم والله السؤال أخير قبل ما نختم أيمي بظل جائحة كورونا قدرت أنك تنقل عملك ويصير بمعظم أونلاين أكيد هذا شيء تطبق على كثير من المجالات أنا بدي أخد أنت مجالك سأل عنديك موقع إلكتروني كمان عن تتواصل فيه مع الناس أكتر خبرين شوي عن الاستشارات اللي بتقوم فيها أونلاين لأن الموضوع كان مبني قبل على العلاقة الشخصية على الفيش توفيس في أسس تختلف صراحة وخاصة بالموضة أنت أدعم تقدر أدمى فيك أنك نوعا ما تقرب وجهات النظر أونلاين هو أنت كستايلست أو پيرسنل شاكر أول حاجة بتعملها وده من قبل حتى موضوع كورونا وأن كل حاجة تكون أونلاين بتحاول على قد ما تقدر تفهم اللي قدامك فأنت بتلبسوا الحاجات المناسبة لجسمه بس على شخصيته هو وتكون تريندي لأن أنا لو قعدت ألبس الناس الحاجة المناسبة ليا أنا أول ما هيجبوها عندهم في البيت مش هيبسوها أصلا لأنه مش هيحسوا أنهم مكتحين فيها ومش هيشتغلوا معي تايمي وأكيد أنا مش عايزة أفسرهم فأنت أول ما بتعمل ترينيج أو إنترنشيب أن أنت أول حاجة بيعلمه لك أن أنت تكون عارف إيه اللي عموضة وإيه اللي مناسب للأجسام المختلفة والشخصيات المختلفة فاللي بيحصل أن أنا أونلاين بيبعثوني ريكوست ببعث لهم أسئلة هم بيقدم عظم وقتهم فين إيه الألوان اللي بيحبوها ما بيحبوهاش إيه نوع القماش اللي ما بيحبوهاش كل حاجة بيرتاحوا بمسلا أن هم يلبسوا جازمة بكعب ولا لأ فكل ده بيساعدني أكتر أن أنا أعرف أخطر لهم البيس المناسبة لهم واللي هيحتاجوها واللي هيلبسوها فاللي بيحصل أن أنا بدخل أونلاين على واجسايت وبعث البودجت بتاعتهم قد إيه ببعث لهم لنكس للحاجات اللي هتكون مناسبة لهم وهما هستور لهم مثلا في صورة بحط لهم الحاجات صورة الحاجات مع بعض ده هيتلبس مع إيه وده هيتلبس مع إيه مثلا وببعث هالبوم فهما بيطلبوا الحاجات وبعد كده بيصوروا لي على ناسهم بقولهم مثلا آه ده رجعوا ودخلوا يعني أوكي حلو منها نواكب كل التغييرات اللي عم تصير كل الظروف اللي حكمت علينا أنه مثل هل الحديث بيني وبينك يكون أونلاين عبر الفيديو بدلا ما تكون معنا بالستوديو وأنت كمان وكل واحد بمجاله يمكن كمان طر أنه يواكب الظروف الأهم أنه نضلنا مستمرين وهيدا الشيء اللي بنتمنى لك يا إيمي أنك تضلك مستمرة تضلك بنشاطك كمان وأنا أتمنى لك توفيق شكرا يا روني وأنا كمان وإن شاء الله المرة جاية هقابلك في الستوديو شكرا شكرا شكرا